طيب سماحة الشيخ الآن يعني أنا ألاحظ في كلامكم يعني التفريق بين الحكم العاض بين الملك العاض والملك الجبري يعني أنا أريد أن تفرق لنا بين الملك العاض والملك الجبري بين الحكم الاستبداد وبين الحكم الشوري الذي يمثل رسالة الإسلام بالنسبة الحكم في أصله في الإسلام ليس في استبداد نعم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستبد ونهاه الله عن ذلك وأمره بشورة قال وشاورهم في الأمر قال بما رحمة من الله لنت لهم لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لما فضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكر على الله وكانت هذه المشورة في كل شيء حتى إنه كان يشاور الناس في أموره هو الخاصة لما تكلم أهل الإفكيف استشار الناس نعم صحيح حتى استشار بريرة بريرة نعم صحيح وكذلك في الأمور الحربية حتى في لباسه لما قال له أبو بكر العمر يعني إن الناس يزيدهم روبة في الإسلام إن يروا عليك زيا حسنة نعم في يوم بدر يقوله للسيار إنه رجع إلى قول الحباب للمنذر قال الرأي ما أشار به الحباب نعم وفي يوم يوحد ثبت أن العامة الناس استكرهوه على الخروج كانوا على خلاف رأيك وكان هو يرى أن يقاتل المشركين من الحصون نعم داخل المدينة نعم فلما دخل واغتسل ولبي سلامة الحرب خرج على الناس فقالوا لعلنا استكرهناك على رأي لم تكن تريده وقال أجل نعم قالوا ففعل ما بدالك قال ما كان لنبي إذا لبي سلامة الحرب أن يخلعها حتى يحكم الله بينه وبينها داعي إذا أعزمت فتوكر لا كان يشاوره في كل شيء نعم في قضية الحديبية قضية يوم الخندق يوم الخندق رئيس سلمان أسرة بدر نعم دائما يشاور نعم فهذه المشورة أمر الله بد منه ترجمة نانسي قنقر